اشتركوا في القناة وبركاته معكم دكتورة سحر عضو مجلس محافظة صلاح الدين رئيسة لجنة الصحة والبيئة في العراق بدءا أشكر ولاية كلينتون حكومة وشعبا على الاستقبال وكرم الضيافة متمني لهم أن ينعموا دائما بنعمة الأمن والاستقرار والسلام في ظل ديننا الحنيف وسنتنا النبوية واليوم هي هاي الولاية هي معقل للإسلام وإن شاء الله يحذو حذوها كل أمة العرب والمسلمين حقيقة بدي أن أقدم نبذة عن المرأة العراقية وما تعانيه لأن اليوم أنا حاضرة هنا ممثلة عن كل النساء العراقيات أخواتكم المسلمات الصامدات الصابرات اللواتي واجهنا ولا يزلنا تحديات حقيقية في ظل بلد يعاني من عدم الاستقرار الأمني والسياسي مما نعكس سلباً على المجتمع وفي كل المجالات وبما أن المرأة هي نصف المجتمع بل تبني المجتمع والأسرة فنالت من هذا الجانب الشيء الكبير فهي اليوم تعاني كثيراً من النزوح والتهجير في ظل كل العمليات العسكرية اليوم اللي تشتاح أكثر من ثلاث محافظات كبيرة في العراق فهي اليوم تفقد الزوج والأخ والابن واليوم هي لم تنل حظها من الاقتصاد فكثيرات هنا فقداً فرص العمل كثيرات من هنا لم تنل فرصتها في التعليم اليوم الخدمات الصحية وكل الخدمات الأخرى والرعاية الصحية وما إلى ذلك هي ضعيفة قياساً لما تحتاجه المرأة من حياة حرة كريمة تنعم بها كمثيلاتها من الدول الأخرى بحكم عملي في مجلس المحافظة وباعتبار عضو في الاتحاد العربي للعمل التطوعي حقيقة قمنا بتوفير بمحاولة توفير الإيواء والسكن الكريم والخدمات الأخرى من خلال تواصلنا مع الحكومة المركزية ومع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وبالإضافة إلى وزارة الهجرة وإلى ما يقدمه الصليب الأحمر لأنه اليوم في محافظة واحدة أكثر من ثلاثة أكثر من ثلاثة ملايين بالمجمع هنا مهجرات ونازحات فازدادت نسب الأرامل والزواج القسري وما إلى ذلك فهذه هي التحديات الحقيقية اليوم مثلها مثل مثلاتها في سوريا وفي فلسطين حقيقة اليوم العبء كبير والمسؤولية كبيرة علينا نحن المسلمات والمسلمين والداعمين لنا من إخواننا الرجال من مواقعهم من موقع المسؤولية سواء في الولاية أو في كل أي دولة عربية مسلمة اليوم نحن حابين أنه من نكون هنا قمة أو مؤتمر وهو يناقش قضايا المرأة ويتحدث عن قضايا المرأة وحقوق المرأة أن نتكلم منسلط الضوء على ما تعانيه فعلياً وما هي التحديات الحقيقية التي تعاني منها المرأة ليس فقط في العراق وإنما المرأة المسلمة أينما وجدت كيف اليوم نكون مثل ما ذكرت أختنا أمس دكتورة هدى أنه إحنا فقط نناقش القضايا يجب أن يكون هناك آلية للعمل هذه الآلية ممكن أن نصلها من خلال التواصل المستمر من خلال تواصلنا معكم من خلال التواصل مع منظمات المجتمع المدني في كل مكان توجد فيه المرأة المسلمة حتى نحاول أن نخفف من هذه المعاناة التي حقيقة صمدت في وجهها المرأة العراقية المسلمة من خلال أنها مسلحة يعني بتعاليم ديننا الحنيف متمسكة بالعادات متمسكة بالتقاليد تحذو حذو المسلمات الحقيقيات تحذو حذو سيدتنا خديجة سيدتنا عائشة في كيف كانوا يدورون هم الأسرة والمجتمع في كل الميادين فهي اليوم رائدة في كل المجالات في التعليم في الصحة في الاقتصاد في التجارة ولكن كثيرات ممن فقدنا هذه الفرصة والعبء كبير والمواجهة حقيقية تحتاج تكاتف مننا كمجتمع إسلامي ومننا كمسلمات حقيقة يعني أنا أود أن تكون يعني من هذا المنبر ومن خلال تواجدي معاكم أنه من نناقش قضايا المرأة نناقشها بجدية وأن نتطرق إلى التحديات الحقيقية حتى نصل إلى آلية كيف أن ننخفف من هذه المعاناة وأخيرا آني شاكرة ليس معكم وأنقل لكم تحيات المرأة العراقية المسلمة أينما وجدت وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والسلام والاستقرار على هذه الولاية العظيمة لأن الأمن والاستقرار ينعكس إيجابا على كل مجالات ومفاصل الحياة وبالتالي ينعكس إيجابا على المرأة حتى تكون قادرة على أن نتأدي دورها في الأسرة والمجتمع شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا